رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن أيام العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام المباركة كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها ويحرص على قيامها ويحرص على العمل الصالح فيها إيه الخطة لنعملها يا عم الشيخ في هذه الأيام كيف نستقبل العشر الأول من ذي الحجة أو الحاجة بالتوبة بالأوبة بالإنابة بالعودة بالرجوع إلى الله أتوب من إيدنا بصلي وصوم وزكي وأحق كل سنة توب جدد التوبة لأن تجديد التوبة توبة تجديد التوبة أوبة رجوع إلى الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهال ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها استغفر طب إلى الله وعد إليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استقبل هذه الأيام المباركة بالتوبة من تاب تاب الله عليه إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طالما الروح لم تصل إلى الحلقوم ربنا هيتوب عليك بس إن تتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا يبقى أول حاجة نبدأها بالتوبة نبدأ هذه الأيام المباركة بالصيام كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشراء ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم التسعة من ذي الحجة وكان يوصي الصحابة أن يكثروا من العبادة فيها زي ما قلت أبل الفاصل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الصيام توبة الصيام الذكر الإنسان يكثر من الذكر في هذه الأيام خصوصا التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلي على سيدنا النبي عملة كورد من الصلاة على سيدنا رسول الله كل يوم في أيام العشر من ذي الحجة استغفر وبالأسحار هم يستغفرون أم أبل الفجر بساعة صلى ركعتين واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وفي هذا الوقت المبرك وقت السحر تسحر فإن في السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم صيام بالنهار وقيام بالليل تهجد بين هدي الله جل وعلا الاستغفار بالأسحار ركعتين بدمعتين في آخر الليل يقضي الله لك بها الحوائج نامت العيون وهجعت الجفون وسبحان الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى بينديك بالليل هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع هل من كذا هل من كذا نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائلا كرم ينهلك الديمي جلست في المصلى إلى طلوع الشمس ثم صليت الضحى كذلك احرص في هذه الأيام المباركة على الإنفاق على الصدقة أدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء واليتام والأرامل والمساكين فأسعد الناس من أسعد الناس فرج القربات عن الناس في هذه الأيام كان هارون الرشيد يحج سنة ويتصدق بنفقة الحج سنة شوف الناس اللي محتاجة سعدهم شوف الأرامل شوف اليتامة شوف اللي عليه ديون العيد داخل على الناس وسع على الناس في هذه الأيام عشان ربنا يوسى عليك فرج القربات عن الناس عشان ربنا يفرج عنك قربات الدنيا والآخرة من نفس عن مؤمن قربة من قربات الدنيا نفس الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أيام مباركة نقبل فيها على الله جل وعلا زي ما قلت بالصيام بالقيام بالنفقة بالذكر بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير بالاستغفار بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج القروبات عن الناس بالجلوس في المصلة ما بين الفجر لصلاة الضحى بالصيام كل دي أعمال خير نقبل على الله جل وعلا بهذه الأعمال نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين